لعلها تسعدهم حملة شبابية انطلقت في ربوع المملكة لترسم البسمة على شفاه الأسر المتعففة نعم هذه المبادرة نالت صدا واسعا ودعمها أهل الخير إيمانا بمبدأ التكافل الاجتماعي التفاصيل في التقرير التالي قلوب نابضة بالخير مساعدة البططاء غايتها رسم الابتسامة على محياهم هدفها اجتمعت بكل حب لتطلق مبادرة لعلها تسعدهم مجموعة من الشباب سخروا أنفسهم لخدمة الأسر البسيطة بفكرة مبتكرة تحمل بين طياتها أنصر المفاجأة بعيدا عن الطرق التقليدية بعد نجاح حملتنا الأولية وردت فعل الأسر الإيجابية وتعاون أهل الخير معنا حابين ننكرر التجربة المرة الثانية حملت لعلات تسعدهم هي عبارة عن أن نجمع الملابس الجديدة والشب مستعملة للأسر المتعففة والهدف الأساسي من حملتنا أننا لا نوصلهم إياها كبس ملابس نحاول نعطيهم طريقة كهداية لهم والتي غير المواسم الاعتيادي عشان نفاجأهم في الأوقات اللي ناس ممكن ما تتذكرهم فيها طبيعة شغل الحملية نستقبل ملابس وعقب نفرزهم على حسب الأعمار وعقب نفرزهم على حسب أعمارهم نشوف احتاجات كل عائلة ونبرز الهدايا دوافع إنسانية بحتة ساندوها أهل الخير بكل حب مستجيبين لكافة النداءات التي تم إطلاقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي فالتسارع ليكون لهم دور فاعل في هذه المبادرة دعما لجهود الشباب وأفكارهم الخلاقة طبعا بعد ما نعلن عن الحملية ما شاء الله يكون وايد في تفاعل من قبل جميع الأشخاص سواء الناس اللي يعني ما شاء الله نشطة في التواصل الاجتماعي الناس العادية الأسر المقتدرة اللي تتعاون معانا في إنها هي اتيب الملابس اللي نقوم بفرزها وتوزيعها على الأسر المتعففة طبعا هاي شيء وايد ساعدنا حتى في الحملة الأولية من لعلها تساعدهم هاي الحملة الأولية وايد ساعدتنا في إنه صار عندنا أسر أسر مقتدرة تسأل أنه متى بتساون حملة ثانية من نفس النوع علشان اتيب بعد ملابس يعني صار الأقبال قبل الإعلان سعادتهم الحقيقية برسم الابتسامة على شفاه الأطفال لعلها تسعدهم هذه الحملة حركت مشاعر الشباب وولدت في نفوسهم الرغبة بالمشاركة لتأكيد مبدأ التكافل الاجتماعي في ديننا الحنيف حسيت إنه شيء حلو إنه نكون جزء من هاي المبادرة لشباب بحريني هو بروحة مبادر عساس يسوي هاي الشيء اللي عادة نحن المتعرف عليه كلها الناس الكبار اللي تسوي فهاي شيء وايد قاعد يبين شنون تفكير الشباب وهمهم في إنه ما يخدمون المجتمع فحسيت إنه مثل موغلت أنه نكون جزء من هاي المبادرة بيضيف لوايد وبيضيف حق المجتمع إن شاء الله عندما رفع الشباب من خلال حملتهم شعار من حقهم الفرح يكون من واجبنا العطاء والمساهمة لأن السعادة الحقيقية تتكمن في إسعاد الآخرين خول للي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين